غابات الدبس المعروفة بغابات شناغة وتعد من أقدم الغابة في الهرق وتبلغ مساحتها 3000 دونم إلا أن هذه الغابة تعرضت للإهمال والتجاوز من قبل الأحزاب والمنتفعين قبل 2019 عدة جهات تأخذ أخشاب بأسعار رمزية جدا وهم الجهات كانت منظمة بككة والجماعة الأسماك التي تشوي الأسماك وإضافة إلى جماعة الفحمة التي يأخذون أخشاب ويسوها فحم ولكن من استلمت المنصب 2019 منعت هذه كل الجهات ولكن من 2019 لحد الآن أي تجاوز ما صار على الأخشاب الموجودة في الغابة الماء والخضراء وجمال الطبيعة يحتاج التفاتة إنسانية لإنقاذه ففي هذه الغابة الممتدة على نهر الزعب توجد محمية لغزال الريم العراقي لكن حتى هذه الغزلان تعاني من الإهمال لعدم توفير الأعلاف الخاصة بها توجد هناك محمية للغزلان تقريباً عشرين غزالة من نوع ريم موجودة تقريباً مساحة عشرين دونم ومسيجة بس هم شيء يولي هسا الحرائق اللي قاعد تحدث يعني العام حدث حريق كلش قوي عن طريق القرى المحيطة بالغابة حيث يقوم بحرق المخلفات وراء الحصاد فالنار يعني توصل للغابة تعرضت غابة شناغا إلى القطع الجائر وحرق منها ما يقارب الخمسين دونم في العام الماضي مكان كهذا يمكن أن يصبح منتجعاً سياحياً ضخماً ليدر الخير على محافظة كاركوك فمتنفس الحياة هذا يختنق بدخان العقول السوداء سعدون السلطان قناة التغيير كاركوك